وفي الملف السوداني التقى وزير الخارجية سامح شكري في العاصمة التشادية الرئيس محمد إدريس ديبي في مستهل الزيارة التي يقوم بها إلى كل من تشاد وجنوب السودان نقل شكري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس ديبي حيث سلمه رسالة من الرئيس السيسي وتتناول الرسالة سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات مختلفة فضلا عن التشاور والتنصيق بشأن التطورات الجارية في السودان ودور تشاد ودول جوار السودان في دعم جهود وقف إطلاق النار والتعامل مع الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق من جهته أعرب الرئيس تشادي عن تطلع بلاده للتنصيق مع مصر من أجل تشجيع الأطراف السودانية على تثبيت والالتزام بوقف شامل لإطلاق النار